اشتركوا في القناة وبعد اقامة اسبوعين بالرباط توجه السلطان الشاب مع محلته نحو مكناس التي سجن فيها الوزراء الذين حدثوا كعنهم اعلاه حين اقتيدوا منها تحت الحراسة نحو تطهان واسفي وكان قد عزل في هذه الفترة صف الضول غرنيط الذي كان شيخا قصيرا به شلل نصفي وثعلبا عالما ثم بقينا في مكناس عشرة ايام التحقنا بعدها بفاس حيث سيقيم السلطان ووزراؤه حتى حدود الشتاء الموالي شتنبر 1895 وكان من الطبيعي وحسب العادة ان يزور الشرفاء واعيان المدينة ضريح مولاي ادريس ثم عسكرت المحلة في اماكنها المعتادة واتحدث هنا عن الجنود النظاميين لان جنود وحدات القبائل كانوا قد التحقوا باهاليهم منذ الوصول الى فاس وسأفسر لك لماذا كما كانت هناك ضرابات قبلية اكثر قوة منذ علمهم بوفاة مولاي الحسن ومعلوم ان هذه الاحداث كانت شيئا طبيعيا عند تولية كل سلطان جديد حيث يستغلون انشغال المخزن بتنظيم دستوره الجديد ليصفوا حساباتهم مع الجيران او ينحوا القواد السفاكين او يغيروا على المدينة المجاورة وينهبوها وقد كانت هذه اضطرابات تتوقف احيانا بسرعة مخافة ان يقبض عليهم لانه كانت تبعة محلات لارجاع الامر الى نصابها وهكذا دخلت الشاوية في حرب صغيرة بدواحي الدار البيضاء حيث عوض الباشا سيدي عبد الرحمن بركاش الذي لم يعد قادرا على ضبط الاوضاع سي احمد ابن العربي الذي بعث اليه باحمد بمحلة لتعزيز قواته بقيادة مولاي الامين عم السلطان والمكلف بالحامية العسكرية كما ان قبائل بن حسن قد سحقت بعض قوادها وهجمت جباله وبني مساره وبني مسكليدة والزان وقد عمل شريف المدينة الاكبر سيدي محمد الوزاني الذي حمل في محمل الى المعركة على اجلاء هذه القوات عن المدينة كما بعثت محلة اخرى الى ضواحي فاس لاخضاع قبائل هذه الجهة لكن الاوضاع بالجنوب كانت اكثر تدهورا حيث تمردت قبائل دكاله والصراغنه والرحامنه خاصة هؤلاء الاخيرين الذين لا يعترفون بشرعية السلطان مولاي عبدالعزيز فحملوا لواء التمرد وادخلوا الحوز كله في تمرد وعسيان وهكذا عمل ادطراب والخوف الطرق المؤدية الى مراكش وكان مختلف قواد القبائل المتمردة الذين غادروا المنطقة مع وحداتهم سواء في محلة مولاي الحسن أو محلة مولاي عبدالعزيز قد علموا بمجرد وصولهم الى فاس ان منازلهم قد نهبت واملاكهم قد اتلفت ونساؤهم وبناتهم قد اغتصبت وقد كان السلطان ايب باحماد غير مستعد للذهاب الى مراكش عبر طريق القبائل المتمردة لهذا قرر البقاء بعض الاشهر الى ان تهدأ هذه الادطرابات وكان قد علم بسبب تمرد ارحامنا حيث قالوا لقد ولي علينا مولاي عبدالعزيز لكن في الواقع باحماد هو من يحكم علينا باسمه اننا نريد سلطانا حقيقيا رجلا قادرا على التفكير وفعلا اننا نطالب بتولية مولاي محمد ولما سمع القواد كل هذا الكلام طلبوا من المخزن ان يرجعوا الى اهاليهم مع وحداتهم لكن اجابهم بما يلي لا يجب ان تجهلوا حال قبائل الجنوب في هذه الاتناء فلن تستطيعوا دخول اراضيهم دون مقاومة هذا كل ما يمكن ان نقول لكم فمن يحس منكم انه قوي ويستطيع ان يتحرك في بلدانهم المتمردة وتسوية الاوضاع فاننا نأذن له وبكل طواعية بالذهاب اما هؤلاء الذين يعرفون انهم لا يستطيعون ذلك فاننا نحثهم على البقاء والانتظار حتى تجتمع محلة السلطان الكبرى وهذا امر لن يتأخر كثيرا ولكن لا استطيع ان نقول لكم متى ستنطلق ومن المعلوم ان كل العسكر سيبقون مع السلطان وانه لن نسرح احدا من اجل لا شيء فدخل القواد الى خيامهم ليفكروا في الامر فاجتمعوا وقرروا امام تقاعس المخزن ان يجتمعوا ويذهبوا الى الحوز وتكوين محلة دون افواج نظامية وتولية قائد واحد هو السمحمد الامراني وهكذا انطلقت كل الوحدات لتنزل نحو مكناس ثم الرباط لتتوقف وترتاح بمولاي بوشعيب قرب ازمور وقد ساد في طريق المحلة تفاهم كبيرين القواد حيث اتفقوا في نقاشاتهم الطويلة في المعسكر على ان يقتلوا كل واحد تعرض بسوء لاحدهم لكن بالوصول الى مولاي بوشعيب الشبيه بقاعدة عسكرية لعملياتهم المستقبلية بلزت عدة اختلافات بينهم وتناقضت وجهات نظرهم الشخصية حيث كان احدهم يرقب في الذهاب اولا لاخداع الصراغن وقال الاخر باننا نوجد قريبا من عبده فلنبدأ بهم وكان يعتقد الثالث ان هذا الظرف ملائم جدا للقيام بحملة قوية الى سوس في حين قال سالم العربي الذي كان فعلا رجل حرب مغضبا من تصارع وجهات النظر هذه كفى لقد اتضح لي انه ليست لكم مواقف ثابتة افعلوا ما بدا لكم اما انا فسانطلق دون كثرة كلام وهكذا اتجه هذا المحارب نحو قبيلته العونات قرب دار القائد التونسي ثم الى الحاملة كما عبر مشرع بلعوان حيث اعترض طريقه اهاليه بطلقات نارية لكن لقنهم دروسا قاسية ثم عاد الى منزله اما الاخرون الذين بقوا في مولاي بوشعيب فقد احسوا ببعض الهوان من تقاعسهم وعدم سداد رأيهم وقرروا عبور الواد واتباع نفس طريق العوني الذي استغلوه حارسا اماميا لكن كل القبائل المتمردة كانت في الجهة الاخرى حيث وصلت متحدة ومتأمرة برجالها وخيولها الكثيرة فقد كان هناك عبدة ودكالة بل وحتى الشياظمة واتفقوا على مواجهة هذه الحملة بكل الوسائل عبورها الواد خاصة انه لا فضل لهم في قدوم هؤلاء الجنود لكن كانت هذه المحلة قد امتدت ببهائمها وبغالها وجمالها المحملة بالخيام ثم رجالها وفرسانها على مسافة اكثر من ثمانية كيلو مترات وبالتالي كان عليها ان تمر عبر قنطرة اكثر تساعا وكان على المتمردين الرئيسيين للمنطقة واعني بهم دكالة حراسة وادي ام الربيع فجهزت كل قواتها الموجودة على الضفاف المقابلة وقالت لحركات القواد ماذا جئتم تفعلوه عندنا انا لا نريد منكم شيئا فلكم قوادكم معكم فاتركونا في امان انكم تقولون انكم تريدون فقط المرور من بلادنا او ليس معكم بعض دكالة فللمرور من بلادنا اذا علينا ان نتيقن جيدا انه لا يوجد بين صفوفكم اي دكالي فقد يمكن ان يمر هؤلاء الرجال محتجبين او متنكرين في زي نساء فلنلحق اذا في خلع الخمار من على وجه كل نساء المحلة لنتيقن انه لا يوجد بين صفوفها اي دكالي وعندما سمعت المحلة هذه الشروط الغريبة كان اول من استفزته هذه الشروط واغضبته القائد المهدي السبيري البربوشي من ارحامنا ما هذا الكلام هل جننتم اتعتقدون اننا كلنا نساء فتوجه الى اتباعه اعطوني بندقية فوضع البارود في البندقية وصرخ لعنة الله على والديكم ثم قصف في اتجاه العدو فبدأ صوت الرصاص يدوي على ضفتي الواد وقد كانت الطلقات النارية للمحلة اكثر قوة وفعالية حتى ان دكالة بدأوا يتراخون اكثر واصبح من الممكن المرور بكل سهولة وعندما وصلت الحركة كلها الى الضفة الاخرى كانت الشمس على وشك الغروب فقرروا ان يعسكروا على مسافة قريبة للتشاور والاتفاق حول الخطة المستقبلية لكن كان القائد المتوكي قد حمل خيامه وتسلل مع رجاله مغادرا المعسكر واسم هذا القائد سيد عبد المالك الذي لا زال قائدا حاليا على متوكه وقد عينه مولاي عبد العزيز مكان عمه السحم حيث كان المتوكي قد تشاور مع اتباعه وتناصح فيما بينهم وكان قد قال لهم فيما قال ان لدينا هنا بالمحلة اكثر من خمسمائة فارس وثمانمائة رجل من المشا ثم ان عدم الاتفاق وتشتت الاراء يسودان المحلة فكل واحد يفعل ما يمليه عليه فكره ثم اننا نحن شلوح ولن نتفاهم اطلاقا مع هؤلاء العرب فانا افضل ان نرجع الى بلادنا وباستطاعتنا ذلك لاننا اقوياء واذا اعترض طريقنا احد ما واجهناه بالبارود ومن لم يعترضنا تركناه في امان وتفاديا لمزيد من التفاصيل وكثرة الكلام فاني امر برفع الخيام والانطلاق مباشرة نحو مراكش وقد كان للمتوقي ولمزيد من الاحتياطات قد بعث قبل هذا الاجراء عدة رسائل الى اهله بان تأتي مجموعة من الفرسان اليه لتعزيز صفوفه اثناء زحفه وهكذا وصل الى بلده اما بالنسبة للاخرين الذين عالموا بما قام به المتوقي فقد فكروا في اتباع خطته حتى انه لم ينقض النهار حتى لم يبقى اي احد مع قائد المحلة سمحمد الامراني وكان قائد عبده سعيسى ابن عمر الذي بقي مع اتباعه قد قال له اذا كنت تريد المجيء عندنا الى دارس عيسى قرب اسفي فمرحبا بك لكن الاخر اجابه بما يلي لا فلم تعد لي ثقة باي واحد من هؤلاء الرجال اني افضل ان ارجع الى مولاي بوشعيب وهذا بالفعل ما قام به ثم التحق بعد ذلك بعض القواد حينما علموا اثناء الطريق ان منازلهم قد نهبت واحرقت وان اتباعهم قد قتلوا او اختفوا وان نساءهم وفتياتهم قد سبيت وان قطعانهم قد اكلت او سرقت فكل شيء قد اتلف وضاع تماما واعني هنا الحاج العربي بن تومة والشافع العبدي والسي احمد ابن عبدي ابن الدوح احمر والسي عبد الحميد ارحامنة والسي العربي ولد زروال وكان اخر قائد التحق بهم هو السسعيد الشيظمي الذي وجد ايضا منزله قد هدم ورجاله قد تفرقوا وقيل له في البلاد ان رجال المتوقي قد مروا من هنا ونهبوها وعلموا ايضا ان المتوقي اثناء الطريق من فاس الى مولاي بوشعيب كان يبعث برقاصة يحملون اوامره الى رجاله ببلده ليهيئوا اربع حملات الاولى الى بوريقي في حاحة في نفس المكان الذي عين منه مولاي الحسن سلطانا والثانية الى ارغانة اذا اوزيقي والثالثة الى تامراغت قرب اجادير والرابعة الى مزودة بقيادة اخيه القائد العربي وهذه الاخيرة هي التي نهبت دار القائد الشيظمي كما اجداحت ايضا دار قائد مجراط ودار القائد احمد الحاحي ودار ولد كورمة وبهذا يكون المتوقي قد قام بعملية شبيهة بما ستقوم به فرنسا في مرحلة لاحقة في حمالاتها المختلفة عندما هاجمت القبائل بعد احداث الضار البيضاء وخلاصة الكلام فان الجنوب كله في تمرد وعصيان حيث عمت الفوضى كل مكان خاصة على الطرق التي قطعت ولم تعد هناك اي اسواق تجارية وكان صوت الرصاص مسموعا في كل الجهات وقد امتدت المواجهات الى حدود تامس لوحت على ابواب مراكش 19 كيلو متر وكان القائد والمسؤول عن كل هذه التمردات الكبرى هو السي عبد المالك لمتوقي وكان الرحمنا الذين دشنوا حركة العصيان قد نصبوا قائدا للسيبا يسمى مبارك ولد الطاهر بن سليمان الذي كان يحارب في السفوح ويستعد للانقضاد على اقرب مدينة مجاورة مراكش وكان الصراغنة ايضا المشجعين من جيرانهم قد نهبوا منازل قائديهم الجلال بن المدن ومحمد بن الطيب كما حاصر بنو مسكين دار القائد الشافعي المسكيني ولم يرجع قائد دمنات الحاج الجلال الدمنات إلا ليرى منزله محطما كما نهبت دار المخزن وخاصة بيت المال بدمنات حيث سرق شلوح المنطقة بقيادة قائدهم والدروحات أموال الخزينة لدرجة أنهم لم يعودوا يستطيعون حمل المزيد من النقود الذهبية بل يضعونها في أضرفة ورقية ويبيعون خمس لويزات ذهبية بقرش واحد وأمام هذه الوضعية رجع الحاج الجلالي إلى مولاي بشعيب عند السي محمد الأمراني المستغرب من عودة هؤلاء المنهوبين المجرمين من مساعهم ويمكن القول إن ضفتي أم الربيع قد كستها الدماء واشتعلت بها النيران من السفوح إلى الجبال وأصبحت الوضعية أكثر خطورة بالنسبة للمخزل لكن الباحماد الذي كان يتابع كل شيء لم يكن يوصل إلى السلطان أخبار تقدم هذه التمردات إلى أن علم مولاي عبد العزيز أنه ليس محط رضا وقبول الجميع وأنه موصوف بطفل حلوى وكان يقال باستمرار إن السلطان الفعلي هو الباحماد لأنه هو الذي يسعى في تولية هذا الطفل وها هو الآن يعطيه الحلوى ويحثه على قراءة الكتب وأن يكون مهذبا هذا في وقت يحكم فيه كيف يريد فقد كانت الإضطرابات عامة وكنا نسمع في جميع الأنحاء أن نرحامنا يرغمون في تولية مولاي محمد الوريث الشرعي للعرش وتحريره بواسطة هجوم مقبل على مراكش حيث كان الأمير سجينا بدار مولاي الزين وإذا لم ينجح هذا الهجوم فإنهم وأمام تقاع السيفاس فإنهم سيحاصرون المدينة مراكش ماذا سيحدث في مراكش؟ فالسلطة المخزنية في القصبة تحت إدارة القائد الحاج محمد ويدا الذي كان يسكن بدرب شتوكا أما المدينة التي لا تقوى على الدفاع فتحت قيادة السعب باس بن داود وعندما وصلت هذه الأخبار وتشتت قواد مولاي بوشعيب وتفكير الرحامنة في تنصيب مولاي أحمد إلى علم محمد ويدا استقدم الإبن البكر لمولاي الحسن وقال له إنك على علم سيدي بعسيان الرحامنة إنهم يريدون توليتكم سلطانا مكان مولاي الحسن فما هو رأيكم؟ نعم أنا على علم بذلك لكن لست أفهم ما يريدون فأنا لم أطلب منهم شيئا خاصة أن السلطان المعين هو أخي مولاي عبد العزيز فعليهم طاعته فأنا وأخي شيء واحد ثم قال قائد القصبة لرحامنة إنكم تتمردون دون سبب فلهذا أطلب منكم الخضوع والطاعة وإلا أحرقتكم فلقد سألت مولاي محمد وأجاب بأنه لا يرغب في الملك وأنه سعيد جدا بتقاعده فأجاب الرحامنة إن ويدا رجل طيب يصدق كل ما يقال له وإنه معنا مولاي محمد ويمكن أن نعطيه رسائل من الأمير يعبر فيها عن استيائه من سلب حقوقه وأنه لا يحلم إلا بالملك الذي سوف نعيده له لقد سبق أن قلت لك إن الثورات قد انتشرت في كل الجهات كدخان البارود حيث قام دراوة سكان منطقة واد درعة احتداء بسابقهم بطرد قائدهم الطاهر بن سليمان وطاردوه إلى حدود الأطلس فاحتمى هذا الأخير بمراكش حيث استقبل بالأدرع المفتوحة وقد كان أخواله من الرحامنة والقواد والأعيان ورجال البارود ومستشار أسيبة أتباع مولاي محمد أهله فاحتفل به القائد ويدا وقال له لقد جئت في الوقت المناسب لأن المخزنة وكل الناس هنا محتاجون إليك لإصلاح الأوضاع وأريد أن أكلفك بمهمة بسيطة بين الطرفين حيث ستذهب عند أهلك أرحامنة وهكا نقودا ستوزعها بطريقة ذكية على شخصياتهم المؤثرة في أخذ القرار وبالتالي شراؤهم لصالحنا فنحن نعتمد عليك في إخماد هذه التمردات الناشئة في أقرب وقت فانطلق طاهر بن سليمان ليصل إلى حركة أرحامنة المعسكرة ببئر أدراوي حيث استقبل بحفاوة كبيرة ثم قال السيطاهر ما الذي تفعلوه أيها العقلاء أوليس فعلا شيء مشين أن المخزن قد مات أو كاد من أجل فرض سلطته أليس كذلك فلعنوا الشيطان وانهوا هذا العصيان واختاروا قوادكم بأنفسكم إن شئتم وادخلوا حفظكم الله في صفوف الطائعين وتذكروا جيدا عواقب ومواجهة المخزن وتذكروا رجال قبيلتكم الذين ظلوا أثرى في الجزيرة سجن موكادور الصويرة وتذكروا جيدا تمردكم ضد مولاي الحسن الذي عاقبكم أشد عقاب وأحثكم على أن تكونوا جنودا للمخزن وأعتقد أنكم نسيتم كل شيء وأنتم تتمردون دون سبب فاقتبل كلامه بالإحتجاج والغضب والصفير والسب والشتب وقالوا كفى إن هذا أحمق لكن كم أخذ من النقود ليربينا كالأطفال ثم كم أخذ شيخنا تقولون إن من يكلمنا بهذه الطريقة منحذر من الرحامنا فإننا لا نعتقد ذلك إنه عميل ويدا لعنة الله عليه إلى غير ذلك من الشتائم المماثلة فاحمر وجه الطاهر ثم انفعل كثيرا لكن تمالك نفسه ثم قال رجاء هدوءا وصمتا حتى نتفاهم وأشرح أكثر ما أريد قوله وجلس بعد أن ظل واقفا وكذلك فعل الآخرون ارحامنا اسمعوني جيدا فأنا لا أريد إلا هناءكم وسعادتكم وهل هذا هو الجزاء الذي أنتظره منكم فقد سبني الرعاة ككلب هل هذا كل ما أستحقه منكم فرغم كل ما قلته لكم فأنكم تريدون أن تظلوا كالعميان أمام أشعة الشمس وما دمتم أنكم اخترتم السير في هذا الطريق فإني أقول لكم بأنني عميل لويدا وأنه قد اشتراني لأشتغل لحسابه والآن أرجوكم أن تجعلوني فردا منكم وسنصمد أمام كل المواجهات وإذا شككتم فيما أقول فأنا مستعد أن أشهد بذلك أمام عدلين وهذا ما تم بالفعل وكان من شتمه قبل هم من قالوا بأنهم لا يريدون قائدا آخر سوى الطاهر بن سليمان وأثناء الخطاب الثاني للطاهر بن سليمان أخرج أحد الحاضرين الدهات منديلا من حرير لمرأة ما ولوح به ثم قال إنها سبنية لا لزينب أم مولاي محمد التي انضمت إلى الرحامنة وترغب جدا في أن يصبح ابنها سلطانا لكن ويدا الذي كان له جواسيس في صفوف حركة الرحامنة قد أخبر في مساء ذلك اليوم بكل ما وقع بما في ذلك من انضمام الطاهر بن سليمان لرحامنة وكل ما قلته لك سابقا ولم يعد هناك من حل سوى المواجهة المقاومة وكان أول ما قام به ويدا هو ما يلي توجه رفقة حراسه من المخازنية إلى دار مولاي الزين وطلب مقابلة مولاي محمد فأدخل عليه وبعد التحية وبعض الكلام الذي أظهر فيه الاهتمام والرعاية التي تعطى لابن السلطان أقفل راجعا بهدوء وكان هذا التصرف مؤشرا للمخازنية الذين كانوا قد دخلوا إلى القصر للقيام بالعملية التي جاءوا من أجلها بسرعة فدخلوا غرفة مولاي محمد واعتقلوه محدرينه من القيام بأي رد فعل مهددين جنود القائد المئة بقتل مولاي محمد إذا قاموا بأي رد فعل ولما انتهت هذه العملية رجع ويدا إلى القصبة واستدعى الأعيان ليخبرهم بالوضعية الجديدة كما أعطى الأوامر بإغلاق كل أبواب القصبة وشرع في توزيع الأسلحة والمؤونة من مستودعات المدينة الاحتياطية حيث أعطيت أربعون ألف بندقية لحراس القصبة والمخزن كما بعثت ستة عشر ألف بندقية إلى المدينة ثم التحق ابن داود بالقصبة لأخذ التعليمات من ويدا واتفقا فيما بينهما على الصمود في جميع الحالات سواء في الهجوم أو في الحصار لكن اتضح بعد ذلك أن ابن داود كان يميل إلى الرحامنة وترك ويدا وحيدا على موقفه النبيل واتفقا في إطار استراتيجيتهما بأن تكون أبواب القصبة وحدها هي المغلقة وعندما جاء الرحامنة إلى أبواب المدينة لم يحضوا بأي تجاوب مع سكان مراكش وقال لهم ابن داود مرحبا بكم ادخلوا المدينة وتاجروا كما يبدو لكم فالمدينة مدينتكم خاصة أن منكم من له فيها منازل ودكاكين فتجولوا إذن بكل حرية فأزقتها وشوارعها رهن إشارتكم فدخل الرحامنة إلى المدينة كالمعتاد للتسوق وبيع الحبوب والفحم وجميع منتوجاتهم لكن عندما وصلوا إلى أبواب الحراسة أجبرهم الحراس على وضع أسلحتهم فاحتجر الرحامنة عند الباشا لكن قيل لهم لستم بحاجة إطلاقا لأسلحتكم للتجول في المدينة فاتركوها عند جنودنا وستأخذونها عند رجوعكم أليست هذه هي العادة فاستجابوا ودخلوا إلى مراكش دون أسلحة وقد امتدت هذه الحيلة اللعبة شهرين امتلأت فيها المدينة حبوبا من كل الأنواع والفحم الخشبي الآتي من أرحامنة وخلال هذه المدة ذهب بن داود إلى ويدا ليقول له إن أولاد الكلاب هؤلاء الذين يزعجوننا لا أحب أن أراهم بعد الآن فلقد حصل ما نحتاجه منهم فمراكش مملوءة حبوبا إلى حدود الانفجار فقال له ويدا جيد حتى إذا ما حاصرون يوما فإننا سنصمد أكثر وهذا أمره إليك لكن فلننتظر إلى أن يأتوا عندنا فلا شك أن البارود سيتكلم بين يوم وآخر وبالفعل وبعد مدة من هذا الحوار وصل حفيظ للطاهر بن سليمانس محمد بن جلالي إلى مراكش ليتشاجر شجارا عنيفا مع حراس باب إيلان لأنه لم يقبل بأن يضع سلاحه في باب المدينة وعند خروجه عنف الحارس المسؤول لكن عندما قاومه هذا الحارس أطلق عليه النار فنفذ صبر الحراس وقتلوا محمد بن جلالي وأسروا رفاقه وعندما علم بن داود بالحادثة صرع إلى ويدا ليخبره بما وقع فقال له ويدا غاضبا إنما وقع تتحمل فيه المسؤولية لأنك أعطيت وبدعوة تجارة امتيازات كبيرة لأولئك الكلاب الملاعين فيجب أن يوضع حد حاسم لمنع انتشار البنادق بهذا الشكل فأجابه ابن داود أعرف هذا ويدا لكن ماذا تريدني أن أفعل فلا يمكنني أن أكون مثلك ولم تلاك خصالك بصفتك رجل حرب ومخزن وتعلم أني مفاوض جيد كانت سياستي دائما تهدف إلى تجميع خيرات الرحامنة في المدينة وتعلم أن أكثرهم لهم منازل هنا وقد نجحت سياستي بالفعل حيث يمكن لنا الصمود أكثر أمام حصار أطول ويمكن أن تغلق منذ الآن أبواب المدينة إن شئت فقال ويدا إذن لم يبقى متسع من الوقت لذلك وبالفعل وبعد صدام باب إيلان انطلقت حركة الرحامنة بقيادة طاهر بن سليمان المعسكرة بنزالة العظم قرب بن جرير وبدأت ملامح مواجهة تظهر بسرعة حيث قال الطاهر من ضمن ما قال انظروا أيها الملاعين درجة ضعفكم وتخاذلكم حتى تجرأ هؤلاء اليهود على قتل أبنائنا فماذا تنتظرون إذن لتكونوا رجالا فرفع المعسكر وتوجهت الحركة نحو مراكش وعندما أعلم ويدا بالخبر استقدم قبائل المخزن للدفاع عن المدينة وقد كانت هذه القبائل هي ولاد الدليم شراردة وتكنة ولوداية وإذا أوبلال وأيت إيمور وحربيل وكل القبائل الموجودة في حوز مراكش وقال لهم ويدا تعالوا إلى هنا فستكونون أنتم وأسركم محميين بأسواركم ولا تمكثوا في بواديكم إذا أردتم أن لا يهجم عليكم الرحامنة فسنعطيكم هنا خيولا وأسلحة وكل معدات الحرب وعندما وصلوا إلى مراكش وزعت عليهم الأسلحة والمؤونة بمسؤولية قوادهم كما أعطيتهم أجرت خمسين فارنك للفارس وخمسة وعشرون فارنك لكل رجل وقد علمنا أن الرحامنة عندما اقتربوا من المدينة كتبوا إلى جيرانهم أولاد الدليم ما الذي تصنعون انضموا إلينا إلى إخوانكم فأجابوهم نحن لسنا لا معكم ولا معهم نحن محايدون ولا يمكن أن ننضم إليكم أو لا تعلمون أن نساءنا وأطفالنا وأمتعتنا في أمان داخل قصبة مراكش وأننا أصبحنا نتقاضى رواتب المخزن فاترقونا إذن مكتفين بدور المتفرج فقال الآخرون ماذا؟ أتريدون أن تبقوا محايدين وفي الوقت نفسه تحرصون أسوار القصبة هذا غير ممكن فاجتاحوا أراضي أولاد الدليم ثم التحقت كل القبائل المتمردة بالمخزن واحتمت بمراكش وعسكرت على طول تانسيفت بين جبل جيليز وسوق الخميس حيث مضت رضا ويدا الذي أعطاها الخيول والأسلحة والمؤونة وعندما علم الطاهر بن سليمان بالخبر فارت حفيظته وأرسل على التو تعليماته إلى مسفيوة الداخلة بين سيبا سيدرحال ودمنات باشتياح أراضي أيت إيمور أراضيهم فتدخل الرحاملة ليسحقوا أيت إيمور الذين لم يتركوا في الساحة سوى الجرحى والقتل أما لوداية الذين كانوا في نفس وضعية أيت إيمور مترددين في أي الجهات يتبعون فقد جاءوا إلى الرحاملة بثور التركيبة وانضموا إليهم وقد كان لوداية رجالا مكرة لا تستطيع الوقوف عن سرق طويتهم وكان يقال عنهم أن لهم عينان واحد من الدم والأخرى من الحليب لكن يتضح أن بعد هزيمة أيت إيمور أصبح لوداية موالين تماما لرحاملة وكان الرحاملة قد بعثوا قوة أمامية إلى قنطرة تانسيفت حيث بدأت المواجهة مع المدافعين عن المدينة وبدأ القتال وكانت بقية الرحاملة مستعدة للهجوم وعندما علم السلطان بخطورة هذه المواجهات أرسل من فاس القائد العربي بن حمو الذي كان رحمانيا ليحاول إصلاح الوضع وجلب الصلح والسلام لكن أهاليه كان من الصعب إقناعهم فغادرهم لينظم إلى ويذا وفي الوقت الذي اندلعت فيه أولى المواجهات على قنطرة تانسيفت شرعت مدينة مراكش في الدفاع وإغلاق جميع الأبواب حيث كانت جميع الحصون محروصة وكان المراقبون يظهرون من شرفات الصوامع كما كانت كل الفنادق الموجودة بساحات القصبة غاصة في انتظار جماعي وكان قائد الرحامنة الطاهر بن سليمان قد كتب إلى مسفيوة أخبركم يا مسفيوة الأوفياء وأصحاب البارودي ودنار أنه غدا وبعون الله سندخل مراكش حيث سنفعل فيها ما هو واجب علينا فعله أما بالنسبة لكم فإني آمركم وبمجرد ابتداء المواجهة أن تدخلوا المدينة عبر القصبة وأنصحكم أن لا تهجموا على أقدال ولا على دار المخزن فليس من المعقول إزعاج شريفات القصر وليس عندكم ما تفعلوه تمة وبعد استحواذكم على القصبة انتظروا مجيئي لكن في الليل ودون انتظار بداية المواجهة تسرب مسفيوة إلى جدران أقدال وأحدثوا بها تقبا تسربوا منها إلى الحدائق لكن جهلهم بالممرات والطرق جعلهم يتيهون ويقعون في الشراك التي نصبها لهم حراس القصر فقبض عليهم ووضعوا في الأكياس وقد دامت مواجهة الحدائق العنيفة هذه ثلاث ساعات كانت محلة الحاملة المعسكرة قريبا من بقريحة بين الساسي تنتظر الإشارة في حماس وعند وصول الفجر كانوا في كامل الاستعداد للمواجهة وكانوا يقولون وأماه ها هم مسفيوة قد اقتحموا أقدال واستولوا عليه فلم يبق علينا سوى دفع الأبواب برؤوس جيادنا ودخول المدينة لكن عندما اقتربوا من المدينة رأوا بعض مسفيوة فارين بعد فشل مهمتهم بالليل فاستهزأوا منهم واحتقاروهم خاصة أنهم رأوا من ضمن الفارين أحد أعيانهم الذي كان مولاي محمد يرغب في تنصيبه قائدا وقد فقد دراعه بعد انفجار وقع بالقرب منه على ما أعتقد فقالوا له مما يشتكي هذا الرجل أوليس بيده طابع القائد الذي أعطاه مولاي محمد السلطان المقبل وقال آخرون هل أنتم متيقنون أن كل مسفيوة رجال وقد غضبوا كثيرا من تصرف مسفيوة أما هم فقد هاجموا في اليوم الموالي لكن السكان أبانوا عن مقاومة قوية حيث كانوا كلهم مسلحين ببنادق عصرية وسريعة الطلقات وبرصاصات جاهزة في حين كان الرحامل مسلحين ببوشفرة وكنا نعد عندهم حوالي سبعين بندقية منها خمسون قديمة من الحجارة وأخيرا وبينما كان المتبردون يطلقون النار دون أوامر كان السكان منضبطين للأوامر في إطلاق الرصاص وكانوا يطلقون أحيانا الرصاص في الفراغ لكن لم تكن بعيدة عن المهاجمين ورغم ذلك أصابوا بعض الجرحة وهكذا فقدر حامل كثيرا من الرجال وبسرعة فتراجعوا مهزومين ففرح المراكشيون وهنأ بعضهم بعضا قائلين أن المخزن نصرته عناية إلهية ثم رجعوا بحذر دون مطاردة المهاجمين ولو كان السكان يحسنون الرمي لدمرت هذه القبيلة المتمردة عن آخرها بعد هذه المواجهة وكانت هزيمة الرحامنة فرصة سانحة لبعض القبائل المخزنية المتعودة على البارود تقوم ببعض الاحتفالات وقطع الرؤوس خاصة بعدما علموا أن المخزن يعطي عشر فرانك لكل رأس المقطوع وخمسون فرانك لكل أسير وكانوا يقولون إذا كان المخزن يشتر الرأس بعشر فرانك فإننا سنواجههم إلى أن نسحقهم جميعا وخلال هدنة أربعة أيام اجتمع فيها الأعداء ورمموا صفوفهم من جديد وقرروا الهجوم من الشمال الشرقي انطلاقا من باب الخميس إلى باب أغمات وعند علمهم بهذه الخطة خرج جنود المخزن ليختبئوا في خنادق عميقة بوادي آسيل حيث شغلوا كل الحفر والصخور الموجودة في سرير الوادي في حين كانت وحدات القبائل من الفرسان قد عبرت قنطارة الوادي وتوزعت يمينا ويسارا في غابات النخيل من أجل الهجوم على جناحي أو جهتي المتمردين فجاء الرحملة وبدأت المواجهة لكنها لم تكن في صالحهم خاصة أنهم قد ضبطوا من كل الجهات من أهم نقاط المدينة ومن الخنادق الطبيعية للوادي لدرجة صعوب عليهم معها رصد مكان أعدائهم المختبئين أو المندسين في كل مكان وعندما أحسوا بضعف جهتهم اليسرى مالوا بقوة على كل الفرسان الذين رصدوهم وأجبروهم على التراجع إلى المدينة في فوضى عارمة وقد دامت المعركة لحد الآن أربع ساعات وكان ويذا الذي لاحظ تراجع الخيالة قد طلب من القائد العسولي من أولاد رحال أن يمده برجاله وكان هذا الآخر قائدا لخمسين فارسا وخمسين رحال تقريبا محاربين أكفاء فقام بهجوم مضاد تراجع على إثره المتمردون كما قام العرب بنحم بنفس العملية حيث هاجم وبقوة الجهة الجنوبية للأعداء وانتهى كل شيء وفتح أهل مراكش الأبواب واحتفلوا بالانتصار وطارضوا الفارين وكان عدد الأسرى والرؤوس المقطوعة هذه المرة كبيرا حيث علقت هذه الغنائم الدموية على جدران فنادق جامع لفنة بعد أن قام يهود الملاح بتمليحها وهكذا فقد الرحامنة شجعانهم وهن المراكشيون بعضهم بعضا ولم يعودوا يشكون إطلاقا في الانتصار النهائي في حين رجع المهاجمون إلى معسكراتهم لتضميد جراحهم والاستعداد لهجومات جديدة وعندما رأت بعض القبائل الحليفة لرحامنة ما صارت عليه الأوضاع تراجعت وذهبت إلى مراكش بالهدايا الثيران طالبة الأمان والتمتع بنفس حماية السكان وكان من هذه القبائل أيت إيمور الذين بعثوا برجالهم إلى مراكش بعد هزيمتهم العنيفة ضد الرحامنة ولم تكن مساهمتهم بهؤلاء الرجال أمرا هينا خاصة أنه كان منهم رمات مهرة حيث إن أربع رمات من أيت إيمور يعادلون في رمايتهم خمسا وعشرين جندي عادي وخلال خمسة عشر يوما كان الرحامنة يستعدون للهجوم من جديد بعد المفاوضات الفاشلة خاصة أن الرحامنة قد تركوا عدة جرحا وقتلا لا بد من الثأر لهم وهكذا قرر الرحامنة هذه المرة عدم الهجوم من وادي آسيل بل اتباع خطة شبيهة بخطة المخزن حيث عملوا على استغلال منعرجات وملتويات الميدان والقناطر والأسوار والنخيل والحضائق الموجودة بين باب دكالة وكيليز فتجمعوا في هذه الجهة وكان القائدان الحاج علي والمطاعي قد جاء مع وحداتهما ليعسكرى أمام باب دكالة إيذانا ببداية المعركة فنشبت المعركة ليلا ورغم جهل القصبة بما يحدث في باب دكالة فإن ويذا قد أرسل أيت إيمور لتقوية الحاج علي لكن هذا الأخير المتيقن بقدرته وحده على ضبط الأوضاع وطلب منهم الرجوع إلى قصبة لأنها في حاجة إليهم أكثر واستمرت المواجهة إلى مساء اليوم الموالي حيث كان الرصاص يسمع في جهات المدينة لقد كان بالفعل يوما محزنا فلم تكن تخطو عشرة أمطار حتى تجد بعض القتلى وعندما انهزم أرحامن للمرة الثانية طاردهم السكان من جديد لكن السكان وقعوا في شراك جناحي أرحامن الأيمن والأيصر فرجعوا متشتتين مذعورين إلى غيليز المقتطع من المدينة مما جعل ويذا يتدخل مع وحدات التقوية ليجلر حامن عن غيليز ويطاردهم فأيقن الرحامن أنهم قد هزموا هذه المرة وفروا تاركين وراءه القتلى والأسرى بأيدي المراكشيين ثم رجع الجنود إلى معسكراتهم ليدفنوا محاربيهم ويرتاحوا من متاعب هذا اليوم العصيب وفي الوقت الذي كان فيه القواد يبحثون عن إمكانية تجشين مفاوضات السلام بعث ويدا وبصفة استثنائية إلى السراغنة إخوة أولاد الدليم وأعداء أرحامن أن يأتوا إلى مراكش للبحث في صيغة توافقية وكان يسمع في كل الجهات أن المستفيد الأكبر من هذا الانتصار هي المدينة لأنها سوف ترتاح من قيادة السعباس بن داود الباشا الذي لم يتردد في حلق لحى كل من كان يحارب وهو فارس متراجع خاصة أن أرحامنة قد تركوا عدة قتلى وأنهم كادوا يغادرون المعركة بعد أن تراجعوا ثلاث مرات وتكاثرت البلاغات حتى إن السلم أصبح شيئا بعيدا لقد دام هذا العسيان وعدم الاستقرار بالجنوب أكثر من سنة حتى القواد المعسكرين بمولاي بوشعيب قد تعبوا من الانتظار هناك وقرروا الرجوع إلى السلطان بفاس باستثناء سعيس بن عمر الذي رجع إلى قصبته حيث استطاع بواسطة مرتزقة مأجورين الاستيلاء على عبده وحمر والشياظمة بطريقة متتابعة لقد ظل السلطان كما قلت لك دائما في فاس بدون رد فعل وهذا أمر غريب بعض الشيء واكتفى الوزير الأول سيحماد بالكتابة إلى ويدا إن لدينا ذخيرة كبيرة من الرصاص والبنادق والمدافع والرجال فلا يمكن أن نهزم وإذا كنت ترى أن أجرة الجندي اليومية المحددة في إثنان فرانك غير كافية فإني آذن لك أن ترفعها إلى إثنان دورو أي عشر فرانك واعلم أن المخزن لا يذخر هذه الأشياء إلا لمثل هذه الظروف التي تمرون بها في مراكش وبعد مرور شهر بعث السعيسى بن عمر الذي كان يحظى باحترام المخزن إلى السلطان بأنه في غاية القوة حتى إن تغذية أتباعه أصبحت شيئا صعبا فهم يستهلكون أكثر من مئة ثور يوميا وأنه سيكون محتاجا إلى نقود أكثر وأنه إذا أراد أن يتيقن من أقواله فما على مولاي عبد العزيز سوى طلب توضيحات في هذا الموضوع من تجار آسفي الفرنسيين وأضف بأن البلاد منهكة تريد السلام وأن سيدنا ما عليه سوى إخراج رأسه من مخزنه وأن قدومه وحده كافي لإحلال السلام وكان مولاي عبد العزيز قد سمع نصيحة باحمد وأمه بالتوجه نحو مراكش لقد كان الوزير الأول رجلا هادئا وديبلوماسيا جيدا حتى إنه لقب بخيط الحديد لدهائه ومرونته لكنه في الوقت نفسه كان قويا إذا وضع أحدا بين يديه وهكذا غادرت محلة السلطان فاس في شتنبر 1895 لتمر في بطء من زمور تحت القيادة الفعلية لحم ابن الجلالي وقد بقي عم السلطان مولاي عرف في فاس ممثلا للسلطان وقد كان تحرك السلطان بطيئا فيه تفكير وتأمل ثم وصلنا إلى الرباط فدعا في كل القبائل خبر توجه السلطان الشاب رفقة قواته إلى مراكش لإجلاء المتمردين عنها لكن الإقامة في الرباط دامت عدة أشهر فيها إمدادات القبائل الآتية من كل الجهات وخلع وتعيين قواد جدد وهكذا حل المتوقي ضيثا على السلطان بالرباط مجهزا بحركة قوية وأسلحة ومؤن وأعتدة فسر المخزن بمجيء هؤلاء الشلوح المحاربين الجيدين لتعزيز صفوفه وكان قد جمع في هذه الأتناء بالرباط حوالي 15 ألف رجل بما في ذلك النظاميين ووحدات المتوقي وقبائل المخزن الشمالية والغربية وبن مطير وقروان والخلوط وبن حسن والحيينة وأيتيوسي وشراردة وأولاد جامع وفي أواسط فصل الشتاء فبراير 1896 انطلقنا من الرباط بدون فوضى وفي هدوء كتحرك رجل مسكين حيث وصلنا الشاوية وعبرنا أم الربيع عبر مشرع الشعير حيث تقدمنا باحتراس شديد نحو رحمنا بالقرب من بني مسكين حتى الخوام لكن منذ مغادرتنا قصبت مارة كان شيء ما يصحبنا يقتل الكثير من أفرادنا في هدوء وصمت إنه المرض المسمى بوكليب حاشية المراد ببوكليب هو داء الكوليرا الذي تسرب عبر الحجاج الذين وصلوا في سفينة من جدة إلى طنجة في الحادي عشر هشت 1895 وكان الناس يعتقدون أنه من أمراض الجن إنه المرض المسمى بوكليب الذي انتشر وبسرعة كبيرة من طنجة إلى الجنوب إنه يخرق صفوفنا برصاصاته الخفية وقد كانت رؤية الرجال الأقوياء يسقطون من على فرسانهم مسعوقين أمرا يدعو إلى الشفقة والرحمة فقد كان هناك عدة جثة في الحقول ولم يسلم الأعيان بدورهم من هذا الداء خاصة الوزير ستازي أرباطي والسيمولاي عبدالله متحسب مراكش وكذلك ميني أخت القائد هاري ماكلان وكان في هذه المحلة أيضا مدربون فرنسيون وإنجليز وكان ماكلان الذي يحضى باحترام المخزن الكبير يقود طابوره من المشات المجهز منذ مدة قصيرة برشاشات إنجليزية وكانت عائلة زوجته الإسبانية وبناته في رفقة أطباء أجانب وكان طبيب السلطان هو الإنجليزي فيردون وطبيب العسكر ليناري لكن رغم العناية التي كان يحضى بها هؤلاء جميعا فإنهم كانوا ضعافا أمام بوكليب صحيح أنه لم يمت كل المصابين لكن كنا نرى يوميا رجالا يسقطون من المرض قرب الجثث التي يدفنونها فدب القلق والتدمر إلى النفوس من هذا التحرك البطيء ومن هذا الشلل الذي انتاب المعسكر ومن شراسة بوكليب هذا فقال لهم باحمد أنا لا أعرف لماذا أنتم متدمرون بسرعة فبوكليب موجود في كل مكان فلماذا تشتكون؟ إنه وراءنا وأمامنا وقد علمت أنه وصل إلى مراكش وأعتقد أنه يعمل في هذه الأحيان لحسابنا فسواء هنا أو هناك لن يفلت أحد من مصيره إذا جاء أجله ورغم هذه الظروف طلب من أرحامنة المجيئة إلى المحلة وسماع الشروط التي يفرضها السلطان وقد كان القائد عبد الحميد هو الذي يفاوض باسم أرحامنة فقال له باحمد ستقدمون للمخزن أربعة آلاف أسير يأتي كل واحد منهم بفرصه وسلاحه ومؤونته ويعطي ذلك كله للمخزن ثم يغل ويذهب به إلى السجن والآن فإننا نريد المتمرد والمسؤول الأكبر الطاهر بن سليمان وبإلحاح أين هو الآن؟ فأجاب عبد الحميد إنه محتم بزاوية السيد علي بن إبراهيم فقال الوزير الأول جيد إذن يجب عليكم إحضار كل هؤلاء المتمردين على وجه السرعة وأخص بالذكر منهم ذلك الذي تمرد في جهة دمنات المسمى ولد الروحات عندما علمت القبائل المترددة والمتمردة بخضوع إرحامنة أرسلت وحداتها إلى المحلة التي بدأت أعدادها تزداد وتصبح ذات أهمية أكبر يوما بعد الآخر وعلم نهائيا وتقرر أن المخزن هو الذي انتصر دون إطلاق رصاصة واحدة بفضل مقاومة ويداء والخطة الدفاعية المحكمة عن المدينة وخاصة بفضل الأموال الكثيرة التي صرفتها الخزينة المخزنية وكان إرحامنة مضطرين لقبول الشروط القاسية المفروضة فوصل أسراهم جماعات تحت حراسة الشيوخ على الجمال أو الحمير حيث طيف بهم في كل أنحاء المحلة تحت وابل من الشتائم والسخرية فكانوا يشدون من لحاهم حتى إنه لم تبقى على وجوههم الدامية سوى بعض الشعيرات ثم جعل الحدادة الأغلال والقيود القوية في أرجلهم واقتيدوا في مجموعات من 15 إلى 20 أسير في كل مجموعة ثم إلى ربط خيولهم في ركن من أركان المعسكر كما جمعت بنادقهم والخناجر في الوسط وظهر قائد التمرد الطاهر بن سليمان بذوره ملتفا بغطاء داريح سيدي علي بن إبراهيم رفقة شرفاء ومقدمي الزاوية الذين جاءوا به بأمر من السلطان وقالوا لباحماد أسيدي دون إطالة كلام إنه مذنب بالفعل لكنه كان مدفوعا من أهل السوء من قبيلة وقد استأجر بحمانا وبجدنا الذي تحترمه أنت أيضا فلا يحق لك الآن أن تنتقم منه إنه في حمانا فأجاب الوزير بالتأكيد فأنا مثلكم أحترم سيدي علي بن إبراهيم لكن ماذا تعتقدون أنه كان سيفعل سيدي علي بن إبراهيم لو واجه في حياته متمردا مثل الطاهر إنه كان سيقوده حتما بيده إلى المخزن لينال عقابه ولهذا أقول لكم لا تسامح مع هذا فقال الشرفاء إنك فعلا على صواب ولو أننا لا نعرف ما الذي كان سيفعله سيدي علي بن إبراهيم في حياته ولكن الأمر يتعلق بحرمته وحماه الشريف المقدس فانظر إلى هذا الشقي وغطاء ضريح ولينا فوق ظهره إن دينك يمنعك أن تمسه بسوء لقد جئنا إليك واستقدمنا هذا الرجل من منفاه لأننا كنا متيقنين من عفوك فقال أبو أحمد هل تمرد الطاهر بن سليمان ضد سيدنا أم لا أجيبوني نعم لقد تمرد الطاهر أولم يرد في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالذئب لا يأكل إلا الشاردة من الشياه فطاهر إذن نعجة ضالة لم يعد من حقها الالتحاق بقطيع الأوفياء فأزيلوا عنه هذا الغطاء الشريف الذي يلطخه بعرقه والذي لن يحميه من أي شيء وهذا ما تم بالفعل حيث جلد هذا الشقي بعنف حتى كادت روحه تزهق وجعل في اليوم الموالي في قفص من خشب وجعلت قضباته من بنادق إرحامنة ثم حمل فوق جمل وطيف به في جميع أنحاء المعسكر وقدف بالقاذورات كالكلب هذا إذن جزاؤه وبعد ذلك أدى إرحامنة كل مستحقاتهم من الضرائب المتأخرة منذ سنتين وببلغا ماليا ضخما تعويضيا عن خزائر الحرب وصل إلى حدود مئتين ألف دورو أي مليون فرنك فيما أعتقد لقد كان المخزن يريد إثقال كاهلهم جدا حتى لا يفكر في التمرد من جديد كما أعطوا خيولهم وأسلحتهم وجاء الدور أيضا على كل القبائل الأخرى التي ساندت إرحامنة في تمردها حيث قدمت الأسرة وأعطت النقود وهكذا بسط المخزن سلطته على الأوضاع وأصبح أكثر إرعابا وإيخافا وكان قد تطلب إرجاع الأمور إلى نصابها أربعين يوما وعندما هدأت الأوضاع انطلقت المحلة نحو مراكش التي دخلتها دخولا احتفاليا في 7 مارس 1896 وسط تهانئ ومبيعة السكان وزغاريد النساء وكانت تظهر في الموكب كومة الأسلحة التي تجرها وراءنا سلاسل من الخيول مشدود بعضها إلى بعض وطابور أمن الأسرة المعذبين بطريقة عنيفة جدا وكان يظهر السلطان الشاب جوار أحمد أداهي المشهور وبعد مرور أيام قسم الأسرة المغلولين دائما مجموعات ووزعوا على المراسي بالرباط وآسفي والصويرة والجديدة وطنجة وتطوان كما شرع في جميع القضايا التي يمكن البث فيها وقد تم نهج طريقة نفسها مع القبائل الأخرى المتمردة حيث سومحت شكليا وعين عليها قواد جدد واحسيل عليها عندما أتت بعد مرور بعض الأشهر إلى القصر للسلام على السلطان يوم الهدية وقد كان من عادة إبا أحمد وضع الأغلال في الأرجل في الزنازن ونسيانهم هناك وبهذا الإجراء قل يوما بعد يوم أعداء المخزن وقد استطاع القائد سعيسى بن عمر الذي حضي بمساعدة المخزن أن يخضع جهته وعين بالتالي قائدا عاما على عبده ودكاله والشياظمة وعين تحت إمرته قوادا آخرين لتسيير منطقته المتسعة وقد كان الجزاء اعترافا للمخزن له بالجميل على اقتراحه الصائب بوجوب نزول المخزن إلى الجنوب وجني ثمار انتصار هيأه آخرون وهكذا عاد الهدوء والحياة إلى الجنوب كله ترجمة نانسي قنقر